السلام عليكم معكم منذر محمد ده هيكون فيديو تكميلة للدورة بتاع تون موشن نسخة 24.1.1 هنعمل مع بعض بعض اللقطات السريعة رندر باستعمال لومين مع بعض النوتس سواء اللقطة عادية او لقطة بي الشكل دوت او لقطة واجهات هيبقى في فرق بسيط تشوفوا ما بين اللومين والستاندار والباث تريس ولكن بشكل عام الفيديو دوت تحديدا بتاع اليوم هيكون عن اللومين كلاقطة سريعة بالإعدادات اللي انت مفروض عرفتها من الفيديوهات السابقة وسريعا كده هنتكلم عن حالتين الرندر اقصد بحالتين الرندر اللي هما الباث تريس او اللومين وايوهما تشتغل بيهم هتلاقي عندك اثنين option عندك الباث تريس وعندك اللومين الباث تريس قوي جدا طبعا لومين لو انت هتشتغل فيديو يبقى انا لو هنا هشتغل فيديو خليك فيه لومين ليه الوقت اللي هو بياخده في الفيديو هنا هتلاقي مثلا خمس دقايق هنا هتلاقي بياخد مش اقل من ساعتين ثلاثة حقيقي هتلاقي كبير جدا حتى لو كانت الشاشة عنده قوي فالفيديو خليك في اللومين لو هتشتغل اللقطة و كانت الشاشة اللي عندك كويس خليك فيه اللي هو الباث تريس بيبقى واقعي اكتر في حتة الخمات والواقعية بتاعت التكتشور والاضاءة وكل ده اللومين مش وحش على فكة في اللقطات ممكن تشتغل هنا او هنا حسب كانت الشاشة اللي عندك بعضه هتلاقي ان اللومين عندك فيه موضوع الوقت في اللقطة اسرع يعني هو كده كده في حالات السرعة اللومين افضل يبقى احنا هنتكلم لو عال سبيد بتاعت اللقطة نفسها سواء فيديو او او صور عندك اللومين الواقعية بتاعت السرعة هنا افضل ولكن كده الشاشة لازم يكون كويس يعني عندك انا بلاقي شاشة ممكن تلاتين ستين ده اقل حاجة تبدأ بيها فما فوق ده كويس عندك اللغة ناشر جيجا طبعا ده كويس جدا للباث ريس فقبل ما هبدأ معك حبيت اقولك المعلومات ده سريعا الفيديو سخليك وفى وقتك واشتغل اللومين اللقطات مش وحشة هنا بس الصورة هنا طبعا هتلاقيه افضل فوق الوقت كله بيوح لناحية اللومين افضل في حتة نوع اسرع يعني طب نيجي هنا وليكن عايزين ناخد لقطة في الزاوية دي وليكن الزاوية اللي انت شايفها دي كده بالشكل ده هتروح لميديا زي ما قلتلكو في الاول هتدوس على بلاس تاخد لقطة تجربية عندك هدلها اسم وادوس هنا على رينايم هكتب تست وان كده كده علامة المثلث يعني ده لومين المناقطة دي باث تريس تمام عندك هنا الانفارمينت واعد عدل فيها بها زي ما كلمتوكو في الفيديوهات اللي فاتت هنا طبعا في ال HDI ممكن غير الروتيشن بتاع الزاوية بتاعت الإضاءة بالشكل لنا عايزه الانتنسيتي بتاعت السمعة اعتقد كويسة مش وحشة وكده كده زي ما قلتلك برضه حاول تاخد لقطة في الاول رزولوشن قليل كتست مقياس ليك طب هنا بس اخلي دي مثل 1.5 بالشكل ده طيب هاجد الوقت لي الكاميرا وعندنا هنا فيه حاجة مهمة جدا اللي هي البراليز مرتلك عليها عايزه اخد Unline للحيطة دي وتركه قبل كده Unline وكليك على الحيطة دي او الحيطة اللي هناك اه كليك على الحيطة دي بقى موازي لها بشكل كامل اجي هنا ادوس كليك على الحيطة اللي هناك بقت موازي لها وهكده فعندك ال Option ده برضه ممكن تشتغل بيه لو انت عايز اللقطة تكون كأنها متعمدة على سطح ما اللي هي ال Unline اللي هنا دي تمام تكون لها options عندك كلمتك عليه قبل كده في الفيديوز اللي فاتت طيب عندنا دلوقتي هنزل تحت هنا مش محتاجة غاية اي حاجة تقريبا هدوز دلوقتي على render بالشكل ده انا هنا مختار ال Real Time By Default اللي هو Lumen ومخلي ده اعلى حاجة وال Distance عالية بعضه وده مش مهم عندي لان دوت Update Speed بتاع Light ده هتحسه فيه ال Animation أو Movie فمش هحتاجه هنا في اللقطة بشكل كبير هنزل تحت عندي هنا الكرة عالية والباونس بتاع الإضاءة بعضه اللي هو سبب ال Reflect على الأسطح مخليه من خمسة فما فوق هنزل تحت ال Shadow طبعا ده لو انت قللته كده شايف عندك عامل كأنها صور راستر ما فياش اي واقعية فبزودها كده بص كده على ال Shadow بتاع الراجل اللي هنا عشان تبص اكتر اهو شايف ال Shadow اول ما زود شايف بعمل ازاي تحس ان هو بقى سموت اكتر فاخترى ال Value اللي هي الكافية بالنسبة لي اللقطة اللي انت واقف فيها ده تاني اللي هو سورس السماء نفسه شايف ممكن اقلل او ازود اللي هو بيبقى مربوط بال HDI او سبب الإضاءة هي السماء اللي عندك فانا ممكن اقللها بالشكل انت شايف دوتها بالشكلها تاني كل القيم دي مش بتتحفظ انت بتاخد لقطة بناء عليها بتعمل update في الحالة التانية فاول لقطة تستة عندك خليها قليلة يعني خلي رزولوشن بتاحها قليلة حاجة هنا للFX ده كأنه Post Production ممكن تزود بيه وعمتا ده الجزء ده بنسبة كبير انا بشتغله فوتوشوب مش على برنامج تون موشن التشبع الالوان ممكن تقلله او تزوده من هنا برضو دي كلها options عندك تاني من فوتوشوب Clay Render ممكن تخلي كل السين ياخد كأنه لون واحد اللون عندك من هنا ممكن تضيف فلتر من هنا اللي هو 8-bit, Blueprint, Sketch, Hidden Line دي كلها عندك options من هنا دي اللي هي الفلترز مش محتاجة اعمل عنها فيديو اعتقد موضوع سهل او هواح بقى للامج طبعا هعمل update بس اول حاجة او هاخد الزوية دي كده هواح للامج تاني حاول تخلي اللقطة اقل حاجة اللي هي دي 10-80 معناصر دلوقتي عايز اعمل لها render test هدوس على export هطلع فوق اختار ال image اللي هي التست الاول اختار ال pnj بالشكل دوت ودوس بعد كده على export دي الصور اللي احنا طلعناها من test ادي الصور قدامك مش افضل حاجة الاضاءة يمكن عالية شوية ال exposure هنا عالي ال intensity بتاعت السامة عالية فتعد بقى بناء على اللقطة اللي انت عملتها قعد عدل ده اللي بقى اقصد عليه او انك تاخد reference ليك لقطة بناء عليها تعدل كل اللي انت شايفه ده فهنزل تحت عنده اهو لقيت المشكلة كانت في السامة خلي ال intensity هنا مثلا نص بقى الشكل ده ممكن حتى عندك من ال render هنا برضو هقلل valid شوية بقى الشكل ده خلي حاجة قولي ده قوي الشادو ممكن ازاود قوي بالقيمة اللي هي خليها يبقى فيه كأنه blur شوية العربية اللي هنا ممكن بس ارقى اللون بتاعها خللون تاني بقى الشكل ده ممكن اطلع فوق شوية عشان اجيب المجرى اللي هنا وعمل update بي اي شاكده مهم عندي السامة هي اللي عدلتها ده اهم حاجة عندي زاوية الاضاءة برضو ممكن تغييرها او الزاوية بتاعة ال rotate بتاع ال HDI ممكن تغييرها شوية بالشكل ده دوس على update خد بقى اللقطة دي عندك random طبعا عندك هنا فيه تحسن هتقولي ازاي عرفت بص كده الشجرة بتاع النخل او واق النخل نفسه بص السامة ما بينها عاملة ازاي لكن لو وحت اللقطة دي بص هتلاقي الاضاءة قوي جدا حتى تحس ان هي واكلة من الشجرة او الواق بتاع النخل فدي اهدى شوية حسننا فعلا فيه السماء ولكن فيه عيب عندك المادة المضيئة هنا قوي فعشان كده فيه حاجات بتبنى عندك فيه ال window test بتاعك هنا طبعا الخامات كويسة ال reflection كويس اعتقد الشادو افضل مع ان هنا زيادة شوية على الشخص ممكن تقلله اللي هي ال intensity بتاعت الاضاءة ولكن بشكل عام هنا فيه تحسن عن اللقطة اللي هنا دي وهكذا فانت بتاخد عندك reference اللقطات بتاعتك ما تنساش بقى دي لقطة لو تمام عندك الحالة بتاعتك اعمل لها update في الحالات او التعديلات اللي انت محتاج تعملها لسا متكلمين عنها اللي هي مثلا عندك ال intensity الى اخره نيجي بقى لللقطات اللي هي الواجهات هدوس على لقطة جديدة بالشكل ده احنا عملناها قبل كده بس كتست ليك بضو هدوس هنا على ال or اللي هي author عايز ال or اللي هو author بيء الشكل ده ولكن بيء الشكل ده ده كده عندك lumen نفس الفيلم اللي هندي اقعد بقى عدل فيه الاعدادات زبط عندك الزاوية الى اخره طبعا عندك هنا انت شغال مفوض في حالة لومن هدوس على update واللقطة رقم 6 هدوس على export اطلع فوق دي select all هات 6 ودوس على export ونفس اللقطة هعمل لها duplicate اهو اللقطة دي بقى هخليها العادية standard عشان نشوف الفرق بس بقى دي عملناها اللي هي اللومن عليها علامة المثلث وده standard وهاجي هنا ادوس على export بس اتأكد ان هي دي rename عشان كده هلاخبط ما بينهم rename واعمل شرطة اتنين واعمل هنا export الامج الريدي وهات دي دوس على export الامج مضبوط اللقطة بتاعتي واختار على start export باشا كده طبعا هتلاقيها بتعمل ثواني لان دي اقل بكتير من اللومن دي عندك اللي هي الراسترا اهي كأنها رفت اساسا وده اللي هي path3s فرق مش كبيره ولكن هتلاقيه في global illuminate او الاضاءة ادي الفرق بين دي و دي اهو شايف الفرق؟ دي اللي هي illumin وده اللي هي global illuminate طب تعالين نجرب كده بقى path3s لو عايزين معاني كده كده الفيديو دوت مش عشان path3s بس اللي عايز شوف path3s هناخد اللقطة دي كده طبعا هتلاقيه فرق بيه جدا واخليه لو بس عشان الوقت ما نضيعش وقت في الحتة دي طبعا دي اقل الكواراتي هتلاقيها ضايع جدا اللي هي عندك دي ولكن افضل منهم طبعا يبقى عندك ديت اللي هي اقل حاجة path3s ودي lumen ودي raster او العادية فطبعا ال path3s افضل بكتير زي ما تشايفين يبقى ده سريعا حابيت اقولك عليه في الفيديو دوت ان احنا كيف ناخد لقطات سريعا باستعمال lumen بالاعدادات اللي احنا اكلمنا عنها قبل كده ودايما مقياسك هو اللقطة الاولى التست دي افضل حاجة بعملها تست بيعمل لي مقياس ازود بناء عليه او اقلل وهكده ده اللي حبيت اقولهو لك في الفيديو دوت دوت